بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ دلوقتي اول حاجة الخطوات بتاعت ال VLAN احنا اول حاجة هنستخدم بروتكول بتاع VTB هنخلي الكول سويتش هو VTB سيرفر بقية السويتش هتبقى كلاينس الباسورد كمان هتبقى وبرده كابيتل هنستخدم VTB version 1 لان ال VLAN بتاعتنا ال ID بتاعتها مش هتتجاوز الف وخمسة المفروض ننفذ الجزء ده وبعدين نيجي نشوف VLAN اللي احنا هنعملها ايه احنا دلوقتي على ال Topology اللي احنا عملينها هنبدأ نروح على OneLabCore هنبدأ نخش على ال EnableMode وبعدين على ConfigurationMode وبعدين host OneLabCore تمام تمام منكر ان احنا نزبط ال Management VLAN Interface VLAN 1 IP Address 10.0.0.1 وبعدين المفروض 255 255 255 255 0 وبعدين شط بعدين كده لو انا عايز استعرض دلوقتي ال Status بتاعت VTB هقوله المفروض Show VTB Status مفروض ال Status مفروض ال Status عندنا دلوقتي هو شغال ب Version 1 مفيش لسه Domain Name تمام المود بتاعه Default هو Server لانه Version 1 بي support 1500 VLAN تمام ال VLAN الموجولة دلوقتي هي Default VLAN اللي هي واحد وال VLAN من 12005 عشان كده بيقولي 5 VLAN مفيش اي configuration خاصة و VLAN عشان كده لسه Revision Number 0 لو عايز اتشك هل في VTB Password ولا لا هقوله شو VTB Password بيقولي The VTB Password is not configured يبقى انا خش دلوقتي على Configuration Mode VTB Mode هقوله Server هيقولي ما جدش بجديد طبعا Device Mode already VTB Server for VLANs هخش بعد كده المفروض هقوله VTB Domain ثمين وبعدين هقوله One Lab بعدين VTB Password هقوله المفروض One Lab Capital بعد كده المفروض لو جيت استعرضت اللي موجودة دلوقتي دو شو VLAN ودول ان انا بنفذ بتاع شو مش في مكانه مش مهمة طبعا الكملس تعتساسكو تكون كابيتل او سمول لكن الاسماء كيس سنستفل دلوقتي المفروض عندي واحد من الف اتنين لالف وخمسة هده ان انا دلوقتي اقول له اعمل لي VLAN عشرة خلينا نتشك كده الدوكمنت بتاعنا ونشوف بتاعتنا ايه VLAN عشرة المفروض ونشوف الان بتاعها هيكون IT capital و VLAN عشرين هيكون الان بتاعها sales تمام عظيم جدا يبقى انا هيجي اقول له كده name IT وبعدين VLAN 20 name S capital بتاع sales عشان كمان نجهز inter VLAN راوتنج عن طريق بتاعنا هنقول له والكمند ده دايما بيتنسى عشان نخلي بتاعت السويتش يكون مستعدة للراوتنج بعد كده المفروض هنعمل الاتنين سويتش انترفيز وده هيبقى بتاع الناس اللي لورجعنا للدوكيمنت تاني وشفنا كده الديفولت جتوية بقى عشرة واحد واحد وانتين اربعة وخمسين ده معناها ان انترفيز وده انا على سويتش بتاعنا ده هياخد الاي بي ادرس عشرة بوت واحد بوت واحد بوت متين اربعة وخمسين سبلة ماسك تلاتة متين خمسة وخمسين زيرو وبعدين هو شوت داون وبعدين بعد كده عندنا اسف اسف انترفيز وده عشرة معلش اسف انترفيز واحد الاول نخش نقول بقى انه اي بي ادرس اه اسف معلش هنحط له الاي بي اللي احنا حطي نو من شوية ناسف جدا انا نحط له الاي بي ده بتاع وعادي انترفيز بقى في لين عشرة هنقول بقى الاي بي ادرس ده اللي هو عشرة واحد واحد متين اربعة وخمسين وبعدين نو شوت داون بعدين انترفيز في لين اشرين المفروض انترفيز في لين عشرين اللي هو بصينا هنلاقي انه هو ياخد عشرة واحد اتنين بقى متين اربعة وخمسين انه في الرينج بتاع في لين عشرين نرجع تاني وبعدين هنقول له المفروض عشرة واحد اتنين متين اربعة وخمسين وبعدين انه شوت داون طبعا رساية اللوج في ناس كتير بتقفلها لا انا بحب خليها شغالة عشان بتديني انديكيشنز وانا بشتغل ماشي وانت عينك بعد كده هتتعود على الانترفيشن اللي هي بتعمله طيب اا دلوقتي احنا اا زبطنا الكونفيجريشن بتاع الفي لينز على السويتش دا خلينا نقول له كده شو اي بي انترفيز بريف انا كل اللي همني فيلان واحد لقبي بتاعها كان وفيليان عشرة وفيليان عشرين طبعا هم داون دلوقتي لان هما لسا مش بوبوليتد مفيش حد لسا فيلان عشرة ولا في حد فيلان عشرين تمام طيب اا يبقى كده احنا المفروض ااا هنبدأ كمان نزبط مين الانترفيز بقى طيب بس عشان نزبط الانترفيس لسه كمان هنخش نزبط على التانية. خلينا بقى نروح كده على بتاعتنا. وبعدين هنفتح انيبل. وبعدين وان لاب. طيب. القاء نظرك كده على الكونفجريشن بتاعت البي تي بي هنا. هقول له شو? بي تي بي ستيتوس. هلايه ان هو ما اخدش الدومين نيم هو شغال بفرجن وان بس مدام ما اخدش الدومين نيم بتاعه لسه مزدش هو ما اخدش لسه من البي تي بي سيرفر وده شيء بدي هيا. لما نقول شو? هنلاقي ان هو عليه البي لانز الديفولت. اللي هي المفروض واحد والف واتنين والف وخمسة. بينما الكور سويتش مفروض دلوقتي ما نقول شو? في لان. هنلاقي ان هو عليه في لان عشرة وعشرين والنيمز بتاعته ما هي. طيب. السبب في كده ايه? يعني. الفي دي بي مش هيشتغل الا لما نكون فيجر الانترفيس بتاعتنا دي ترانك. انترفيس بتاعت السويتش لازم تكون ترانك. عشان كده انا هرجع تاني لي الكور سويتش وهنبدأ نشغل موضوع الترانك عليه. خلينا الاول نشوف الادمينيستيريتيف مودز بتاعت البورت ستي. خين اقوله كده شو? انترفيس مت بيت. جيجا. زيرو اوفر زيرو. لهو الانترفيس ده. مسافة. سويتش بورت. ده بيوريني الادمينيستيريتيف والاوبريشنال مودز بتاعت البورت. هنلاقي ان الادمينيستيريتيف مود. الديفولت بتاعه ديناميك اوتو. والسويتش دي كلها كمان ديفولت بتاعت الانترفيس بتاعتها ديناميك اوتو. ديناميك اوتو مع ديناميك اوتو نتيجة المفروض ان انا دلوقتي لازم اخلي الوبريشن المود بين اللينكس دي كله يبقى ترانك تمام لو شفنا السيتنك بتاعت الترانك اللي عندنا هنلاقي ان احنا المفروض هيزانها تبقى ترانك ودي اسمي الانترفيس احنا هنجيبها من الرسمة دلوقتي البرتوكول بتاعت الترانك هنستخدم الاندستري ستاندرد البرتوكول اي تريبل اي تون مية واثنين بوانت واحد كيو مش هنستخدم الانتر سويتش لينك او الاسل طيب يبقى انا دلوقتي هروح على الكور برضو وزبط الترانك اوبشنز بتاعتي ازاي خلينا نتنقل ونشوف لو عايزة شوف الانترفيس بتاعتي هل هي فوضع ترانك ولا لا على الكور هقول شو انترفيس ترانك ببساطة مدام الخرج ما طلاليش في حاجة بمفيش ولا انترفيس دلوقتي عندي فوضع ترانك الخطوات اللي جاية هنعمل بيها الكونفجريشن بتاع الترانك خلينا نبدأ ان احنا نروح على جيجا 0 على 0 0 على 1 0 على 2 0 على 3 ونخليهم يبقوا ترانك بالبرتوكول بتاعت دوت 1 كيو هنخش على الكونفجريشن موت وبعدين هنقول له انترفيس رينج تمام وبعدين انا عندي كل الانترفيس دي اولها 0 معنى ان هي على سلوط رقم 0 في السويتش وعندي بقى 0 1 2 3 دولة 4 انترفيس على الاسلوب ده هقول له انترفيس رينج وبعدين جيجا 0 over 0 مسافة داش مسافة 3 يبقى ده الرينج بتاع الانترفيس بتاعتي اللي انا عايز عمله الكونفجريشن هبدأ قل له كده سويتش بورت انكابسوليشن وعندنا المفروض سوري معلش سويتش بورت ترانك انكابسوليشن كنت نسكلمة ترانك بس دلوقتي لو جينا عملنا علامة استفهان عندنا انا .1q isl ونجوشيت انا هزبطهم على .1q بعدين هقول له يشغل البورت دي في وضع ترانك هقول له سويتش بورت مود ترانك تبعين كده هما في الحقيقة هيدو اردر للوقصادهم ان هما يشتغلوا ترانك لو عايز اطمئن للموضوع ده على الكور المرة دي هنفس بقى شو انترفيس ترانك بالوقتي خلاص هو بيقولي الانترفيس زل الفرعة ترانك جيجا زيرو على زيرو زيرو على واحد زيرو على اثنين زيرو على تلاتة لو روحت على وقول له شو انترفيس ترانك هلاقي ان هو بيتكلمني عن جيجا زيرو على زيرو جيجا زيرو على واحد اللي هما دول لان دول عشان ديناميك اوتو لما ده بقى ترانك اه هنا اه اه كان بقى او بقى اه ترانك اللي قدامه هنا اه ديناميك اوتو لو بصينا على ديستريبيوشن وان وقلن له شو انترفيس جيجا مسلا زيرو على زيرو سويتش بورت هلاقي ان هو مفروض ديناميك اوتو ترانك مع ديناميك اوتو هيبقى ترانك والبروتوكول بتاع ترانك نجلوت وان كيو انا مش بشرح هنا طبعا الاجزاء النظري بس رجاء تذكروا الحاجات دي انها مهمة جدا طيب اه بعد ما خلصنا سيتنج دي انا كمان عايز الانترفيس اللي بتربطنا بين الدستريبيوشن وانترفيس وبين المفروض اكسس وان واكسس تو كمان تبقى ترانك فهروح على الديستريبيوشن سويتش نخش على الكونفيجريشن مود وبعدين خلينا نشوف الانترفيس دي جيجا زيرو على اثنين وجيجا زيرو على تلاتة هقوله انترفيس رينج جيجا زيرو على اثنين داش تلاتة وبعدين هقوله سويتش بورت ترانك انكابسوليشن ضط وانكيو بعدين سويتش بورت مود ترانك يبقى انا كمان خلصت موضوع الترانك على الديستريبيوشن سويتش كده هو ممكن يتعامل بالVTB بس خلينا نضبط الكونفيجريشن متاع الVTB وانده هيبقى VTB client فاقوله VTB مود client ومننساش ان ال domain name عندنا بيكتب capital تمام VTB domain OneLab بعدين VTB password كمان OneLab وكابتال طيب هنسيب الديفايس دا شوية هنقول بس دو رايت طبعا دو علشان انا بعمل رايت مش في مكانه و رايت دي تكافئ running configuration او copy running configuration to start up configuration لشان اعمل save خلينا نروح دلواتي على distribution 1 برضو ونعمل الانترفيس VLAN واحد IP address المانجمنت هنا يبقى عشرة زيرو زيرو اتنين يبقى هقوله عشرة ضد زيرو ضد زيرو ضد زيرو ضد اتنين تين خمسة وخمسين تين خمسة وخمسين تين خمسة وخمسين تين خمسة وخمسين زيرو ونقلو نوشدع دو رايت خلينا نتنقل دلوقتي على distribution 2 enable خليه نقوله واحد اي بي ادرس المانجمنت هنا الاي بي بتاعها عشرة ضد زيرو ضد زيرو ضد ثري تين خمسة وخمسين تين خمسة وخمسين تين خمسة وخمسين زيرو وبعدين نو شوت داون بعدين هنقوله اجزت عايزين ازبط الانترفيس جيجا زيرو على زيرو وجيجا زيرو على واحد عشان يعملوا ترانك تمام لان تلاتة واتنين خدوا الوردر بتاعهم من هنا من الكور لو عايز اتأكد هقوله دو شو انترفيس ترانك هلاقي انه خلص دي جيجا زيرو على اثنين جيجا زيرو على تلاتة خدوا القدر بتاعهم من السويتش اللي فوقه بقي الانترفيس دي عشان كده المفروض نخش على انترفيس رينج جيجا زيرو اوفر زيرو داش واحد وبعدين هنقوله سويتش بورت ترانك انكابسوليشن سويتش بورت مود ترانك وبعدين هنعمل الكونفجريشن الخاص بالفيتي بي هنقوله في تي بي مود كلاينت بعدين في تي بي دومين وان ليب لازم تكتب كابيتل رجاءا المعلومات النظري بتاعت البروتوكول لازم تكون وارفنها لازم تكون وارفنها الموضوع مش جاستن هي كومنتز بسورد تمام بعدين نقل دو ورايت خلينا نتنال كده على دستربيوشن ومنقل شو VLAN بسه منتظرين ياخد الكونفجريشن بتاع الفي لانز لو عايز اتأكد من الستيتاس بتاعت الترانك شو انترفيس ترانك المفروض هلاقي دلوقتي يبقى مين جيجا زيرو على زيرو جيجا زيرو على واحد وجيجا زيرو على تلاتة وجيجا زيرو على اثنين يبقى كده تمام جدا تمام مسألة وقت بس لان طبعا VTB بيبعت الابديت كل خمس دقايق زي ما انتو عارفين طيب دلوقتي المفروض هنتنقل على السويتشز اللي تحت دي برضو نزبط الترانك بتاعه يبقى هنعمل دبل كده على السويتش بتاع الاكسس خليه ننقل دي فوق وانلاب اكسس وان بعدين انترفيس فيلين واحد اي بي ادرس مفروض الاي بي ادرس بتاع اا البيلين واحد هنا هيبقى عشرة دوت زيرو دوت زيرو دوت فور تين خمسة وخمسين تين خمسة وخمسين متين خمسة وخمسين دوت زيرو وبعدين شدة بعدين بعد كده بعدين هنعمل المفروض بتاع الترانك خلاص معمول لو عايز اتأكد من الموضوع ده يعني انا المفروض يكون عندي جيجا زيرو على اثنين وجيجا زيرو على زيرو في السويتش دي يكونو ترانك هقوله دو شو انترفيس ترانك هلاقي جيجا زيرو على زيرو جيجا زيرو على اثنين خلاص ترانك طيب هنقوله بقى vtb mode وبعدين هنقوله client vtb domain onelab vtb password كمان onelab بعدين هنستنى لحد ما سويتش ياخد الكونفجريشن بتاعت ال vlans ممكن نروح احنا بقى على access2 enable configure terminal host onelab access2 interface interface vlans واحد ip address المانجمت هنا واخد ال ip عشرة زيرو زيرو خمسة عشرة ضد زيرو ضد زيرو ضد خمسة دين خمسة وخمسين دين خمسة وخمسين دين خمسة وخمسين زيرو مم في ضغط هنا ناسا وبعدين نو shot down بعد كده exit بنضبط البروتكول بتاع ال vtb vtb mode client وانلاب vtb password وانلاب لو عايز تأكد من ان giga zero على واحد giga zero على ثلاثة trunk هنقوله كمان do show interface trunk كده تمام giga zero على واحد giga zero على ثلاثة تمام طيب دلوقتي المفروض ان switchs تاخد ال configuration بتاع vlans من switch الرئيسي اللي هو الكور احنا دلوقتي المفروض على distribution one distribution one دلوقتي لو قدنله show vlans هنلاقي ان هو عليه vlans 10 اسمها it و vlans 20 اسمها sales يبقى هو تمام اخد ال configuration لو رحنا كمان على distribution two خلينا كده نقوله show vlans برضو اخد ال configuration ال access بقى switches نشوف كده اخد ال configuration ولا نصبع show vlans كمان اخدوا configuration كمان access two show vlans برضو اخدوا ال configuration ده اخر سويتش عمتا يعني لسه اخد وقته علامة نخلص هيا نروح على اكسس 1 عايزين نعمل ايه؟ احنا عندنا انترفيز جيجا 1 على 0 ده هيبقى فيلان 10 وانترفيز جيجا 2 على 0 هيبقى فيلان 20 لما انا دلوقتي يخش على الكونفيجريشن مود والمفروض خلينا نشوف كده الكونديشنز بتاعة الفيلانز عندنا فيلان 10 ايه الانترفيز اللي هيكون فيها؟ في اكسس 1 هيكون جيجا 1 على 0 1 على 3 والجيجا المفروض 3 على 0 لحد 3 على 1 من جيجا 1 على 0 لحد جيجا 1 على 3 من جيجا 3 على 0 لحد جيجا 3 على 1 تمام يبقى انا دلوقتي هروح على السويتش تاني وبعدين هبدأ ان انا على اكسس 1 نخش على الكونفيجريشن مود وبعدين اقول له انترفيز رينج من اول جيجا 1 على 0 لحد 3 وبعدين كاما جيجا 3 على 0 لحد 3 بقى انا كده هكون فيجر رينج ده سويتش بورت مود اكسس يبقى لازم السويتش بتاعي بيكون المود بتاعه اكسس لها نحط البورت في فيلان ثم بعدين هقول له سويتش بورت اكسس فيلان والاي دي بتاع البيلان هنا هيكون فيلان 10 سويتش بورت فيه اتش ناصة بس تمام كده طيب بس خلينا كمان في بعض البورت ستبقى على السويتش ده فيلان 20 ايه هي يبقى فيلان 20 اكسس واحد هيبقى جيجا 2 على 0 لحد 2 على 3 يبقى المفروض على السويتش بتاعنا برضو هنقول له انترفيس رينج من اول جيجا 2 على 0 وبالتالي ده في جيجا 2 على 0 فانا ان شاء الله ضامن يعني انه هيبقى فيلان 20 بعد الكونفيجريشن هنقول له سويتش بورت مود اكسس سويتش بورت فيلان 20 نقل له المفروض هنروح على ال اكسس سويتش نشوف هو اخد ال اكسس 2 نشوف هو اخد ال vlans لسه ما اخدش الكونفيجريشن نصبر عليه شوية كده حدا ما ياخد الكونفيجريشن وبعدين نكمل بس خلينا نقول له كده شو. نتأكد من الحاجات اللي احنا عاملينها. ماشي? انا عايز اتأكد اهم حاجة من تمام? هو شغال عايز اتأكد كمان من الباسورد. هقول له شو باسورد. تمام? يبقى الحاجات اللي انا تشك عليها كمان. اللي تمنع انه يشتغل كويس. ان الانترفيز دي متكونش. واحنا متأكدين بس اخينا نشوفها يعني. يعني متأكدين عشان عملنا اللي بيورينا. بس ما فيش مشكلة شو انترفيز ترانك تاني. فيش مشكلة مشوية لحد ما الحاجة تشتغل ما فيش مشكلة. جي جزيره على واحد لحد جي جزيره على تلاتة. طيب تمام. بنقول له كده شو في تي بي ستيتوس تاني. لما ريفيجن نمبر ده يتغير ويبقى تنين لان على السيرفر هنا هو اتنين. يعني لو جيت دلوقتي على الكور. روح تقلت له كده انيبل وبعدين شو في تي بي ستيتوس. هتلاقي المفروض ان هو نمبر اتنين. فعلى اللي اخد لازم يكون رقم ده اتنين. لسه ما حصلوش ابديد ده. لسه. تمام? لسه ما اخدش خلينا نستنى شوية كده. لحد ما هو دلوقتي اخده. خلاص. يعني الوقتي ان شاء الله ما نيجي نشوف نسو كده هنلاقي. خلينا نكبر كده. هنلاقي ان هو اخد عشرة واخد عشرين. دلوقتي نقدر نقصين بورتس بقى في البي لانز دي. نخش بقى على configuration mode. وبعدين هنقول له. انترفيس رينج. خلينا ناخد رينج بتاعتنا من الدوكمنت. المفروض بالنسبة لي اكسيس تو. عندنا برضو من واحد على زيرو لحد واحد على تلاتة وتلاتة على زيرو لحد تلاتة على واحد. تمام جدا. لاحزنا ان الفي تي بي ملوش دخل خارج بالانترفيس بتاعه اللي موجودة في الفي لانز. هو ليه دخل جاست باسم الفي لان والايد بتاعها. جيجا زيرو على زيرو. سوري. جيجا اا واحد على زيرو. تو ثري. وبعدين جيجا تلاتة على زيرو. تو ثري. بقى هنقول له تو. سويتش بورد. مود. اكسس. بعدين سويتش بورد. اكسس. وبعدين نقول له ايه. بيلان. عشر. بعدين نلخش شعرينج التاني. نتشوفه في الدكومنت. بقى بنسبة للاكسس تو. من اتنين على زيرو لحد اتنين على تلاتة. وهي نجيب. 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 بتاعنا. يبقى اتنين على زيرو. لحد اتنين على تلاتة. سويتش بورد. مود اكسس. سويتش بورد. اكسس فيلان. وهتبقى الاكسس فيلان هي. عشرين. وبعدين خلينا نعمل رايت. انا عايز نشيك دلوقتي الراوتينج بتاع البيلان تم ولا لأ. بس لازم اخد بالي من حاجة. ان عشان يتم تذكره في اول الفيديو كده. كنا احنا عملنا الكومنت ده للكور. شو اي بي انترفيس بريف. شو اي بي انترفيس بريف. ايوة دلوقتي فيلان عشرة وعشرين كانوا داون. دلوقتي بقوا قبلي. لان بقى فيه الفيديو فيها ناس فيها مقهولة. بقى فيها دلوقتي اجهزة. لكن طول ما فيهاش اجهزة ما استغربش ان ده داون وده داون ومش هيبقوا قب. لازم تكون عارف المعلومة دي. طب نتست كده الانتر فيلان راوتنج. ازاي؟ انا هخش على بي سي وان. نحط كده الاي بي ادرس بتاع بي سي وان متوافق مع البي لان اللي هو فيها. على الفيرش وال بي سي الكومنتز الكابيتل غير اللي سمول ما ينفعش اكتب كومنتز كابيتل اصلا. غير الايو اس بتاع اساسكم. هكتب اي بي. خلينا الاول نسمي الجهاز. ست. بي سي نيم. وبعدين المفروض عندنا بي سي داش وان. بعدين اي بي ادرس. او سوري. من غير ادرس. ياسف مالشو. عشرة واحد واحد واحد. برضو احنا مش على ايو اس بتاع اساسكم. ده سمول بي سي كده معمول فور تست. بيجي مع الجي ناس سري. فعشان كده انا ممكن هنا اكتب بريفكس. بعد ما اكتب بريفكس. مش محتاج اكتب بقى سبنت مصق. بس اكتب القريب بتاع الجيتو ايه اللي هو. عشرة واحد 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 وانتين اربعة وخمسين. عايز بقى اسيف الكونفجريشن على الفيرشوال بي سي ده. هقوله سيف. دي كلها كومونز ملهاش علاقة بساسكو. تمام. بي سي تو. عايز تشوف انا عرفت زي الكومونز دي دايما اتعود انك تعمل هلب. هو بيقولي هو. بريس. خوستشن مارك. تو جيت هلب. يعني ما تعمل استفهام هيجي لك الهلب. عود نفسك دايما في التكست مود اوبراتينج سيستم. لازم تعرف ازاي الهلب بيجي. هقوله بقى ست بي سي نيم. وبعدين المفروض عندنا بي سي داش تو. بعدين اي بي. من غير الادرس. عشرة واحد اتنين واحد. اوفر تونتي فور. عشرة واحد اتنين اتين اربعة وخمسين. سيف. بعد كده المفروض هندخل على بي سي سري. اه سوري. ست بي سي نيم بي سي داش سري. الاسم اللي في حر فيه تعملوا كابتة الاوسمول لكن الكوموند لأ. عشرة واحد واحد اتنين. مادم نسيت وكاد سابنت ماسك مفيش مشكلة. هكتبقى الجيتوي عشرة واحد واحد اتين اربعة وخمسين. واخدوا بالكو ان الاي بي ده والاي بي ده في نفس الشبكة لان هما في نفس الفي لان حتى لو على ديفرنت سويتشز. وانتو عارفين الترانك هيعمل تاجينج ويخلي الاجهزة دي تعمل كومينيكيشن مع بعض. مش فهمين كلامي لازم تذكروا النظري بتاع البروتوكولز. لازم. او مفهمتش النظري في النتورك مش هبقى فهم انا بعمل اي. المفروض ست بي سي نيم. وبعدين بي سي داش فور. بعد كده المفروض هقول له اي بي. وبعدين عشرة واحد اتنين اتنين. مشوفوا انا ملتزم بالستنت اللي احنا عملناها الاول في بالنسبة الفيديو انا عشرة عشرين. تقدروا تراجعوا الفيديو بتاع الاوفر فيو. انا كنت كاتب الاي بي ارس اللي انا هستخدم هي. اوفر تونتي فور. ما ده من كده يبقى ما هكتبش في سابنت مصر انا كنابت البريفكس. بعدين عشرة واحد اتنين 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 اربعة وخمسين. انا اعيز الاول ابنج من بي سي وان على الجي توي بتاعي الاول اخذ البي envelop. واحد واحدة دايمان الجيتوي بتاع بي سي وان هو عشرة واحد واحد 20054 يبقى انا هقول له بينج على 10 1 1 254 ال بينج كده شغال تمام تمام جدا انا عشان اتست الراوتنج بتاع الفيلان بفضل ان انا اتست على الجتوي بتاع الفيلان التانية مش على جهاز في الفيلان التانية ليه انا هنا قريدي متأكد ان بي سي تو شغال بس لو انا ببينج على جهاز والبينج مشتغلش مش معنى كده ان الراوتنج مششغال وممكن يكون الشخص القاعد قدام الجهاز ده قافل الجهاز بتاعه عشان كده خليني ناخد دايما الترابل شوتنج بتاعنا ستيب باي ستيب انا هقول له اتنين الاول انا كده ببينج على الجتوي بتاع الفيلان التانية كده الراوتنج بتاع الفيلان شغال وانا كده ان شاء الله متأكد ان الدنيا تمام معين خليني يبدأ ان انا بينج على الجهاز اللي في الفيلان التانية ده 10 1 2 1 لو اخد وقت ما فيش مشكلة تمام كده شغال طب هل الترانك شغال والتاجينج شغال والمفروض بي سي وان و بي سي سري يقدروا يعملوا كوميونيكيشن مع بعض من غير اي عملية روتنج ثروت ترانك زي ما بنقول ياريت نراجع الاجهزة النظري بتاعتنا نراجع سوري قصدي النظري بتاع البرتكولز عشان نبقى فاهمين الكلمة اللي ما بقوله ده انا هروح كده على بي سي ماشي المفروض بقى عايزة بنج من بي سي وان على بي سي سري عشرة واحد واحد اتنين تمام جدا يبقى ترانك شغال لان انا عملت بنج من هنا ومن هنا طبعا السرعة دي لان ما فيش عملية روتنج طب هل بقى كمان بي سي وان ده هيكلم برضو اللي في لان عشين الجهاز التاني ده اللي على سويتش التاني مفروض الراوتنج حالي لالامور دي كلها خلينا نشوف كده باذن الله يشتغل مع هنا تمام جدا عملية العطلة دي سن بس في الراوتنج والارب ريكويست والارب ريبلاي اي كلمة اللي ما بقولها دي غريبة عليك بقى حضرتك مش مذاكر السي سي اني ايه صح ده الجزء الاولاني خلينا نقف لحد كده في الجزء الاولاني وبعدين نخلي الكلام اللي باقي في الجزء التاني زي ما شايفين الكومنت كتيرة جدا خليني بقى اخش الاول اتأكد ان انا بتاعي كله مخزنه نيبل رايت برضو هنا بستي بيوشن تو تمام نيبل رايت برضو هنا على اكسس وم برضو نيبل رايت علي اكسس تو رايت واحنا كنا نعملين سيف علي البي سيز اه الجين اس ري كان زمان انما بنعمل كنفيجريشن نحب نعملها اكسبورت كانت موجودة في قيمة فايل ده اخر اصدار من الجين اس ري نازل لحل دلوقتي ماشي خلين اقوله كده اباوت ده اللي هو اتنين واحد اربعة المفروض ان انا آآ تحت قيمة تولز دلوقتي بقى في امبورت اكسبورت مود كونفيجريشن انا هقوله اكسبورت اوكي بعدين هروح اعمل اه اكسبورت ليه الكونفجريشن اه في الفولدر بتاع البروجيكت بتاعي هيجي هنا وقل له step one config او select folder ممكن دلوقتي بقى نختم الفيديو بتاعنا عند النقطة دي